اهلا بك في فيديو جديد من سلسلة انا مبتدى. ويلا بنا نبدأ وهنبدأ الخامسة وتلاتة. هلاقي بتصنيف الف تتمائة وعشرين. وهلعب معاه بدأ ماليك. نايت سي سري. اف فور انا كده هلعب معاه جنبيت في النا. لو كان بدأ في بدأ هتزقق البيدأ. طبعا هنا طبعا هلعب النقلة دي هتلعب الوزير هتقول له برضو هاتي الحصائق. هلعب هنا عشان امنع دخول الوزير على مربع اتش فور. هلعب هنا بحمل بيدأ وعاوز النقلة دي في لقطة ملقطة. طبعا دي النقلة بلندر عليها نقلة قوية وايه نقلة الحصان. كده انا بقول له هاتوزين. ولو الوزير جي هنا هاكل حصان في بيدأ بفورك واخوي وزيره. بعد النقلة دي اللابة بيكسف في كل التفرعات. طبعا ده اللي سويت دخل فيه معاه. وطالما انتمزك اللاين والخصم دخل معك فيه يبقى انت هتاخد افضلية مية في المية. خلاص. هنا اكل بيدأ في بيدأ. كش ملك. وعاوز بعد كده حصان في بيدأ. هنا عندي آآ حصان في بيدأ وعندي بيدأ في بيدأ. عندي حصان في بيدأ طبعا جامدة. بقول له كش ملك. لازم هنا يحرك الملك اكباري. هنا ممكن تتلعب ايه? عندي طبعا كش. هيكب الحصان اكباري بيدأ. دي نقلة. وعندي في بيدأ. وعندي زائد بيدأ. كل دي نقلات ممكن تتلعب في الشكل ده. وعندي حصان فروق. طبعا دي اسمها النقلات المرشحة. اي موقف انت بتلعبه. بيبقى ليه نقلات مرشحة. يعني نقلة مرشحة هنا اكل حصان فروق. دي نقلة مرشحة. عصن في فيل نقلة مرشحة. زائد البيدأ نقلة مرشحة. فيل في بيدأ نقلة مرشحة. حصان على مربع اي فايف نقلة مرشحة. اذا دي نقلات انت لازم تفكر فيها. كلام جميل كلام جميل. لازم بقى تشوف احسن نقلة من ضمن الخمس ستة نقلات المرشحين هم ايه? عشان تعرف تاخد اقصى افضلية موجودة في الموقف ده. فانا عندي دلوقتي اه يعني برشح زائد البيدأ عشان طلب الفيل بتمبو. بس انا لازم افكر هو هيلعب ايه بعديها? هيكل فيل في بيدأ. لو كان فيل في بيدأ. هيبقى عندي بعديها حصان فروق وطالب في فيل. كلام جميل كلام جميل طيب. وعندي كيش دي برضو نقلة لازم افكر فيها. طبعا دي الموقف ده بنوع عليه يعني لحظات حرجة. يعني لازم هنا تجيب افضل نقلات في الموقف ده. عشان تاخد افضلية حاسمة. عشان كده بقول دي اللحظات الحرجة من الدور. طيب جميل. نقلت كيش لو كان بتاكم بالبيدأ. كلام جميل. طب لو مشي. الفكرة لو مشي يعني. لا انا شايف اقوى نقلة ان انا زوء البدأ. ليه? ان اطالب كطعتين يعني. دي اقوى نقلة في الشكل. لو كان فيل فحصان باكن بارجع بالحصان ايقل. كيب اخدت كطعة في الموقف ده. طب لو كان فيل في بيدأ. لو كان فيل في بيدأ. عندك ترعبية. عندك تكون بيدأ فيل وعندك حصان فروقها. طبعا دي نقلة مش حلوة. عليها حصان في فيل. كلام جميل. هنا باكن فيل في بيدأ. وحصان في فيل. كده خلاص انا بسط الموقف وكده بيت. النقلة الجاية. برجع بالحصان. لو لها بالنقلة دي. برجع بالفيل. وبيت النقلة الجاية. عنده طبعا حاجة زي كده. لو لها بحاجة زي كده ببيت. بقى هي لا تبيد. هنا باقول له كش. واقول له هتروخك. كده عاوز ايه? هل في افكار? عندي كش جامدة. كش دي تقريبا كش مات. وانتهت دور آآ بعد النقلة دي. تعال بقى نحل الدور وتعال نشوف الاخطاء الموجودة لدى خصم في موقف ده. يلا بينا. زي ما انت شايف انا ملعبتش اللا آآ نقلتين غير دقيقتين ملعبتش ولا مستيك ولا بلندر. معدل خسارة او معدل جولة نقلاتي عشرين ومعدل دكة النقلات خمسة وسبعين. طبعا ده معدل جاي. الخصم ليب اربع النقلات غير دقيقة. وان مستيك وان بلندر. خطأ فادح. وستة وسبعين معدل خسارته او معدل جولة نقلاته. وسبع وسبعين معدل دكة نقلاته. طيب. اولا آآ عاوز افرق لك ما بين المستيك والنقلة الغير دقيقة ومن البلندر. يعني ايه التلات معاني دورات? ممكن واحد دلوقتي يكون مش فاهم يعني ايه نقلة غير دقيقة. ويعني ايه ويعني ايه بلندر. اول حاجة تعالي نبدأ من الاخر للاول. هو الخطأ الفادح اللي بيدي افضلية كبيرة جدا للخصم. او الخطأ الفادح اللي بيمنع عنك افضلية او يمنع للخصم افضلية. ده الخطأ الفادح. يعني معنى يعني ايه الكلام ده يا استاذ? يعني مسلا انا عندي مدفوع واحد. عندي وزير في بيدا بكش ماد. روح تلاعب نقلة تانية. اي نقلة تانية. كده انا عملت ايه? عملت خطأ فادح. النقلة التانية اننا لعبتها دي بدل ما اكل وزيف في بيدا ودي مات لعبت النقلة دي. النقلة دي بيعلم عليها علامتين استفاهم. يعني عملت خطأ فادح. اننا ده يعطي فرصة مكسب واضحة في الموقف ده. يبقى ده نوع من البلندرات او او جزء من البلندرات. في تاني? العكس ان انت تلعب نقلة. النقلة دي يكون الخصم عنده مات مسلا في واحد او عنده يكل وزيرك. تقول انت لعب نقلة تانية. يقوم هو واقل وزيرك او يديك مات. يبقى انت كده منحت الخصم فرصة مكسب. بسبب النقلة بلندر انت لعبتها. يبقى البلندر لاما تمنع للخصم فرصة مكسب لاما بتمنع عن نفسك فرصة مكسب. وفي الحالتين بنسميهم بلندر. خطأ فادح. حلو حلو. طيب. المستيك بقى عبارة عن ايه? المستيك معناها خطأ. والخطأ ده بيبقى جير ملحوظ. بمعنى الخطأ ده اللي بيستبد منه اللي عنده فهم استراتيجي جاي. يعني مسلا انا عملت مربع ضعيف. بقى اسمه خطأ. المربع الضعيف ده لو الخصم فهم استراتيجي ممكن يستغل المربع الضعيف ده ويدي له افضلية على المدى البعيد. اذا المستيك مش اي مستيك يخسرك الدور. ممكن تخسر بسبب المستيك على المدى البعيد. ولكن ده مع المستوات العالية. اما البلندر يخسرك الدور او يخليك في وضع سيء بمجرد ان انت تلعب النقل البلندر. تالت نوع النقل الغير دقيقة. اللي انت بتشوف ها كتير بقى اللي هي مع مقولة بالله زرق. يقول لك نقلتين غير دقيقتين اللي انا لعبتهم. اه واربعة نقلات غير دقيقة بالنسبة القسم. النقلة غير دقيقة دي بقى نقلة في في موقف انت بتلعبها. طبعا انت مش انجين فمستحيل هتلعب نقلاتك تكون دقيقة مية في المية. فدي لبشرية الانسان. فطبعا دي بعيدة للبشرية للانسان نفسه. الانسان عمره ميلعب نقلات دقيقة من اول نقل اخر نقلة. الانجين على طول يقولك النقلة غير دقيقة. فطبعا احنا مش انجين زي ما قلت لك. فطبيعي ان انت تلعب نقلة غير دقيقة. بيبقى فيه نقلات عميقة شوية انت مش فاهمها. الانجي يقول لك العب دي مكان دي. حلو الكلام حلو الكلام. حبيت بس اوضح لك الفرق ما من البلندر والنقلة المستيك والنقلة غير دقيقة. وبكده يكون انتهى درسينا النهاردة. لو عاجبك الفيديو بقى وانت كنت ميلوم مبتدئين. وعاوزنا نكمل السلسلة دي. يا ريت تكتب لي في التعليقات ان انت مهتم. واكتب لي ايه ابرز الاخطاء اللي انت بتقع فيها عشان نعمل لك فيديوهات خاصة بيك ان شاء الله. واشوفك الحلقة الجديدة.